وليس له ولد من الذي يريد الولد؟ يريد الولد لكي يقوّي امتداداً له يقوّيه حال ضعفه ويغنيه حال فقره ويشد من أزره حال عوزه ولكن الله عز وجل وهو خالق كل شيء كيف يحتاج إلى ذلك؟ وذكر سماحة في موسوعته قصص عن من يدّعي بأنهم على دين المسيح أو على بقية ما كان عليه موسى عليه السلام فجاءه رجلان ممن تلبس ببقايا النصرانية وهي منحرفة جاءوا إليه فأول ما أثاره معهم سماحته حفظه الله تعالى سألهم عن المسيح عن الإله من هو الإله؟ هل هو المسيح؟ أم هو المسيح والله؟ أم هو الإنسان؟ من هذا؟ من هذا الإله؟ لأن هذه الحالة هي التي كانت عليها النصرانية المنحرفة بعد عيسى عليه السلام وقبل مبعثه صلى الله عليه وسلم فكانت النصرانية على أربع منهم من يعتقد أن الإنسان هو الإله ومنهم من يعتقد أن الخادم هو الإله ومنهم من يعتقد أن المسيح هو الله ومنهم من يعتقد بأن المسيح والله هو الإله فوجه إليهم سماحته سؤالا فقال لهم هذا المسيح قبل أن يكون كلمة الله التي ألقاها إلى مريم من كان يدبر شؤونه أين كان؟ ثم لما أصبح لما ألقى الله كلمته لمريم عليه السلام وكان جنينا في بطن أمه هم يقولون بأن المسيح هو الله ويقولون هو ابن الله ويقولون المسيح هو هو المسيح يعني جعلوه على ثلاثة مراتب فقال لهم إذا كان المسيح ابن الله أو المسيح هو الله هذا المسيح أن الله ثالث ثلاثة حينما كان جنينا في بطن أمه من كان يدبر هذا الكون؟ من الذي كان يحي ويميت؟ من الذي يغني ويفقر؟ من الذي يدبر شؤون هذا الكون؟ ترى الإله لا زال جنينا لا يقدر على تغذية نفسه ثم لما كان رضيعا بين يدي أمه عليها السلام من كان يدبر شؤون هذا الكون؟ يقول فقالوا بأن هذا فوق مدارك عقولنا وعلينا بالإيمان التام وأن نسلم لذلك تسليما قال لهم عجيب بأن الإسلام لم يعطل العقل الإسلام والإيمان لم يعطل العقل وإنما جاء بتقدير هذا العقل الذي يدعو الإنسان إلى الإيمان بخالقه يقول ومضت خمس سنوات وزاروه والتقوا وذكروه بتلك الزيارة فذكرهم بنفس السؤال فلم يجيبوا عنه ثم زاره رجال من القساوسة من القسيسين وطرح عليهم نفس السؤال فحاروا في الجواب ولم يجيبوا عن ذلك أبدا شكرا شكرا